اشتركوا في القناة بعد ان يعني كثرة الاخبار عن انه العراق خارج قائمة الدول الموي للارهاب السؤال هو هل العراق فعلا دولة لا تمويل الارهاب منظمة هناك منظمة يسمها منظمة مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا اللي تسمى اختصارا المينة فاتف عقدة اجتماع في البحرين في نهاية الشهر الماضي شهر مايس والعراق راحوا به قضاءات ما عرف منه قدموا اوراق او قدموا شروحات قالوا انه اثبتنا لهذه المنظمة ان العراق لا يمويل الارهاب ولذلك اخرجت هذه المنظمة العراق من قائمة الدول الداعمة او المويلة للارهاب وهذا الكلام يعني مضحك الى ابعد الحدود لانه العراق الارهاب ضمن مفرداته وضمن الجهات التي تعمل عليه بغسيل اموال بتهريب اموال بمجاميع معينة تمول وتسلح باموال داخلية بفساد العراق من ضمن الدول 25 الاكثر فسادا في العالم ترتيبه 157 في اخر قائمة الشفافية الدولية في قائمة الفساد في قائمة في اعلى دول الفساد فكيف يمكن لبلد في اعلى قائمة الفساد وهو لا يمويل الارهاب وهناك لديه مشاكل دول كثيرة في العالم واولها امريكا التي احتلت العراق والتي ما زالت محتلة العراق تصدر قوائم بتصنيف ميليشيات ومنظمات تعمل على الارض العراقية وماسكة للحكومة وهي الحكومة واشخاص قيادين في هذه التنظيمات الميليشيات والذين هم يرأسون كل الحكومة والعملية السياسية تصنفهم كارهابيين فكيف يمكن ان يكون العراق خارج قوائم الارهاب وبمنظمات ارهابية تؤشرها الدول الكبرى واولها امريكا هذا الموضوع خلي فهمونا يا شلون امريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها والدول الاوروبية تسميهم ارهابيين ووضعتهم قوائم الارهاب طيب كيف هؤلاء الذين يقودون الحكومة ويتصرفون يتكلمون هم الحكومة هم يقولون نحن الدولة تسميهم ارهابيين وانت تخرج منظمة وقضاة يخرجون يقولون انه اقنعنا هذه المنظمة بان العراق خارج دول التي تمول الارهاب خارج قوائم الدول التي تمول الارهاب العراق الحقيقة ضمن لائحة الدول الممولة للارهاب 100% يعني هم قالوا انه قدمنا قالوا بانه كافة الاجراءات التي قدمتها السلطات العراقية في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمهيل الارهاب اقنعتنا بانه العراق خارج قوائم خارج لائحة الدول الممولة للارهاب هذا كلام يعني مجرد انشاء لا يكون قبولة لان واقع الحال غير هذا يعني العراق ضمن قائمة عالية المخاطر في مجال مكافحة غسيل في مجال غسيل الاموال وتمويل الارهاب يسموها القائمة الرمادية هو العراق في هذه القائمة ولليش عندها مشاكل مع البنوك العالمية حتى مع امريكا امريكا التي تحتلل عراق والتي هي المسؤولة عن كل وضع العراقي وعن عمليتها السياسية لماذا الآن لديها مشاكل اقتصادية وموقفة تمويل وتحاسب وتهريب اموال ومصيبة كبيرة ولديها لجان تفتش على البنك المركزي وتفتش على ويومية صد القوائم تعاقب مصارف عراقية خثيرة لماذا اذا كان العراق ما بيغسيل امواد ما الاتهامات واضحة تقول انه الاقتصاد الايراني ممول من الاقتصاد العراقي من الاموال العراقية كلها تغرب من الاموال العراقية فكيف يمكن وهذا السلاح والفساد والخراب والرشاوة واخرها سفيرة الالمانية التي تحدثت قالت ان الشركات الرصينة لا تعمل في العراق لانه بلد مملوء بالرشاوة والعتاوات وجبرون الشركات على ان يبتزوهم لذلك الشركات الرصينة ومنها الشركات الالمانية لا تعمل في العراق ومن يعمل في العراق هي شركات لا تساوي شيئا وليس لها اي اسم لذلك العقود كلها يهربون بيها ومصيبة كبيرة هذا جزء من كل من تمويل الارهاب من الفوضى السياسية والفوضى المالية والفوضى الاقتصادية الموجودة في العراق ولا اذا عندنا كل هذه الميليشيات واحنا نمول الارهاب وهذه الميليشيات تعمل في لبنان وتعمل في سوريا وتقاتل وسلاح ينقل وأموال تنقل كيف يعني هذا هو من يمول حزب الله من يمول ايران من يمول هذه الميليشيات ما يقول له الاموال العراقية وكله من اموال العراقية وشون تهرب وغسيل الاموال هذة هاي الشراء الشراء العقارات بالعالم يعني شركات معينة وكثير من الدول وعتلي هذه المسألة وبدأت تتحاسب عليها هذا كله غسيل اموال فبالتالي العراق ضمن لائحة الدول الممولة للارهاب مئة بالمئة وهذا الكلام عن انه هذه اللجنة اقتنعت هذا كلام غير واقعي وغير منطقي ولا يمكن قبوله هناك عقوبات اقتصادية على العراق بسبب غسيل الاموال وتهريب الاموال وهذه كلها تهرب لي وين للارهاب لتمويل عمليات عسكرية وعمليات قتل وعمليات وبناء اسلحة وبناء قضية غير شكل حقيقة لكن هم يحاولون ان يرسموا صورة غير الصورة الحقيقية هناك من يقف وراء تشجيع هذا الاطار الموجود في العراق لانه انشؤوا يريدون ان يقولوا ان هذا الاطار اطار متميز وعطار يزهو والاخرين اللي يحتذوا حذوهو هذه قضية كبيرة جدا جدا لذلك اي تقرير بايجابية عن العراق هو موضع شك موضع شك كبير لان الوضع العراقي عكس كل كل التطلعات الهيجابية وضع يذهب الى السلبيات ويذهب الى قاع الى القاع العميق يعني هو عميق الحقيقة مع الاسف الشديد هذا العراق اللي كان يبني وكان الى وزنه وكان ثقله وقدرته واقتصاده وقدرات شعبه يعني استطاعوا خلال 21 سنة ان يدمروا هذا البلد وفتتوه ووصلوا الى حالة غريبة عجيبة حقيقة بلا سيادة ولا استقلال ولا اقتصاد ولا سياسة وفوضى عارمة في كل المجالات والارهاب يعني هو من يموله وهو من يدعمه مع الاسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى عزا المشاهدة نترككم بخير والتقيكم في حلقة اخرى الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة